السلام عليكم الابنات كديرين لبس عليكم كتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كمين باخر والاخر وللقاكم هذا الفيديو باحسر الاحوال ترحب بكم مرة اخرى في القناة وترحب بالنجذر لأول مرة تلتحقوا بالعائلة ديانات نقول لكم مرحبا والف مرحبانا وورتوني وشرفتوني في القناة متنسوش انكم تغطونا زر احمر اسفل الفيديو ابني او سبسكرايب كذلك متنسوش انكم تفعلوا زر الجرس باش دائما نصلكم كل جديد الوصفات اليوم ان شاء الله سنشارك معكم الابنات واحد الماسك بالنعناع روعة 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 البنات بكل معنى الكلمة واي وحدة شفت هذا الفيديو كانت منى انها تدير هذا الماسك لانه زوين بزاف ومفيد لكل انواع البشرة البشرة الدهنية الجافة المختلطة تيعطيك واحد المظهر الزوين البشرة ديالك تيعطيك واحد ليكلة واحد الاشراقة ايضا مفيد للبشرة الحساسة تيعطينا التفتيح تيحيد لهالات السوداء البقعة الداكينة تيعطينا واحد تطهير للبشرة خصوصا للبشرة اللي فيها الحبوب تيقضي هذا الحبوب بصيفة نهائية لبنات وتيعالج لك الرؤوس السوداء يعني تيحيدها هذا الماسك البنات بالنعناع النعناع عنده بزافة الفوائد للبشرة وكي تعتبر واحد المصدر مفيد جدا تقلل لك من انتفاخ تحت العينين يعني واحد الماسك البنات اللي زوين بزاف النعناع غتلقوا فيه كل شيء للبشرة ديالك يعني جميع الفوائد اللي تتقلبوا عليها في الماسك غتلقوها في النعناع وممكن انكم تبحثوا عليه في جوجل باش تأكدوا من المعلومات اللي سنعطيكم وراني حطيت لكم الابنات كيفما كتشوفوا معايا الفوائد ديال النعناع عكا باش تطالعوا عليهم تقروهم المهم تتاخدوا النعناع تتغسلوه من طبيعية الحال كأول مرحلة وكت تقطعوه في حال الربع فلا غتقطعوا الربع وحاولوا ما امكن انكم تقطعوهم زيان واذا استطعتوا انكم تطحنوا في الخلاط الكهربائي يكون احسن البنات المهم هاد الماسك مفيد جدا للبنات اللي عندهم الحبوب في البشرة ديالهم وبغني تخلصهم من الحبوب هاد الماسك غادي يفيدكم بزاف وغا نشارك معاكم جوج ديال لي ماسك في هاد الفيديو اي مشكلة عندك في البشرة ديالك غادي تتخلصي منو يعني النعناع تيعالج لك البشرة ديالك من العمق تعطيك النظارة تحيد لك الخلايا الميتة اللي كتكون على البشرة الزوين بزافة البنات اول شي اذا تاخدوا النعناع كيف ما شرحت ليكم تتقطعوه مزيان او لا تطحنوا في الخلاط الكهربائي يكون احسن وتضيفوا عليه العسل ديال النحل العسل طبيعي كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا واحد الملعقة كبيرة ديال النعناع مع ملعقة صغيرة عامرة ديال العسل ديال النحل تتخلطوا هاد المكونات بجوج وحاولوا ما امكن انكم تبركوا على ذاك النعناع باش يتطلق لكم على العسل مزيان ويتطلق لكم دوك الفوائد دياله كيف ما كتشوفوا معايا البنات في الفيديو وجوني صراحة تعليقات كتيرة بزاف البنات اللي عندهم الحبوب في البشرة ديالهم فهاد الوصفة هادي شاركتها معاكم هكا ان شاء الله باش تخلصوا من الحبوب اللي عندكم في البشرة ديالكم ورا ما كنشارك معاكم البنات غير الوصفات اللي كنعرفة انها غدي تنفعكم بزاف يعني كنبحث بزاف وكنجرب بزاف ديال الوصفات عاد باش تبحط لكم الوصفات على القانات هكا باش ان شاء الله تستافدوا مجميع الوصفات اللي كنشارك معاكم فالهدف ديالي هو انني نقدم لكم واحد المحتوى زوين واحد المحتوى اللي تستافدوا منو وان شاء الله اي وحدة يعني متبع القانات ديالي كنتمنى انها تستافد معايا من الوصفات اللي اللي تنقدمها المهم من بعد ما تتخلطوا مزيان ذاك الخالي ديالكم ها انتم ما كتشوفوا البنات كيفاش ولا يكتخلطوا مزيان نعناع حاولوا ما امكن انكم تبركوا على المعالقة باش ذاك النعناع يتخلط مزيان ويطلقتوا كل فوائد دياله مع العسل كتقومي بتطبيق الوصفة على البشرة ديالك فا اول شي البنات ما قلتش ليكم الطريقة كيفاش غادين تقطعوا النعناع فاكتاخدوا غير الوريقات ديال النعناع فقط ما كتاخدوش العواد الوريقات فقط كيف ما كتشوفوا معايا كتكون وصلتوا النعناع من قبل وكتقطعوه اما بالسكين او لا في الخلاط الكهربائي كتطحنوه كتحصلوا لذاك الخليط دياله ما كتكون وصلتوا النعناع من قبل وكت قبل هتتصفيك هوا الفيديقات مباشرة ديالك الخليط ديالك تحصلو عليه بعد ما كتطحنو النعناع تتخلطوه بالعسل بتتحصلوا عليه خليط بهات الشاكل هذا كيف ما قدشوفوه معايا من احسن انكم تغسلوا البشرة ديالكم وطبقوه لبشرة هتخليوهو البداديال نصف ساعة لبينات نصف ساعة وتغسلوا البشرة ديالكم بالنسبة البنات لي عندهم الحبوب في البشرة رغتخلصوا من المشكلة ديال الحبوب في البشرة بصيفة نهائية ولوْ نا ك Twin وحد العوامن تتدى الأعiają relied under Bes Schov من بينها*** أنه إن PEAr mez Eb 1998 اللي كت hotline من الهارمونات kindsr يعني ان هرمونات مش هدا كي خرج لهم من حبوب بزاف البشرة ديانهم وكي اللي كيكون انت تغذية تقعد لما صار للمشين ان الر defin especially بعد خرجا لنا الحبوب في الوجهه ديانا وكتبقى كي مزاف العوامن هاتف soms a bit older اللي كتعارفو 360 المهم اي وحدة فيها الحبوب في البشرة ستستعمل ان شاء الله هذا الماسك سوف يبقى شفق الحبوب بصيفة نهائية احتلاط راس الحبوب سيتحيط غير هذه الوصفة ستتبعوها بشكل يومي اللي ما عنداش الوقت ستديرها ثلاثة مرات في الأسبوع و ستغسل البشرة ديالك و ان شاء الله الدومي عليها ستعطيك نتيجة زوينة بالنسبة للبنات اللي ما عندهم العسل متوفر لهم العسل ديال نحل ممتوفرش سنتعودوه بهاد الوصفة الثانية اللي هنعطيكم هتعودوه بالزبادي بدون سكر او دانوم السوس او ياغورت طبيعي نفس الطريقة هنديروها ستتخلطوا ذاك النعناع بالياغورت كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو حولوا ما امكن انكم تبركوا على ذاك النعناع مزيان تخلطوه مزيان باش يتطلق لكم على الياغورت حتى تتحصلوا على قوام كريمي بهذا الشكل هذا و هتقوموا بتطبيق الوصفة يعني في حال الوصفة الاولى اللي شرحت لكم و من بعد ما تمر نصف الساعة هتغسلي البشرة ديالك هتلاحظي البشرة ديالك تغيرت يعني إلا ما كانوا شفق الحبوب كانت البشرة ديالك حادية فهاد الوصفة ستعطيك النظارة للبشرة ديالك أيضا كتعمل على إزالة الهالات السوداء اللي كيكونوا تحت العينين انتفاخ اللي كيكون تحت العينين أيضا كتحيد لك الرؤوس السوداء البقعة الداكنة البقعة الداكنة البنات تتحيد تتعطيك واحد تطهير للبشرة كتنقلك المسامات ديالك من الأوصخ من الدهو اللي كتكون زائدة خصوصا في البشرة الدهنية وهد الوصفة الوصفات بجوج بهم البنات أراهم تيوال مجميع أنواع البشرة يعني حاولت ما أمكان أنني نعطيكم هد الوصفات هادو باش لي ما عنداش العسل تعاوضوا بالياغورت أيضا هد الفيديو بغيت يعني البنات كاملين يستفدوا منهم يستفدوا من هد الوصفات ديال هد الفيديو بالنسبة للبنات اللي عندهم اللي الحبوب في البشرة ديالهم فعما بعد ما إن شاء الله عاد بديت دومي على اللي وصفة من هاد الوصفات هادو بجوج أتلقى تستعملي زيت الخرواع في الليل لأن زيت الخرواع مفيد جدا للبشرة اللي فيها الحبوب تعمل على تقليل الحبوب كذلك على إزالة الأطر ديال الحبوب اللي يقلينا على البشرة ديالنا فإن شاء الله غري نتخلصوا من الحبوب بالنسبة لزيت الخرواع من أحسن خدوا ديال الصيدلية كيعمل 30 درهم أو 29 درهم فهو كيعالج لنا أيضا الحبوب وتيقلل لنا منها وبهذا الوصفات إن شاء الله بجوج ستخلصوا من الحبوب فعلي عندها شي استثار مرحبات خليلي في تعليقات واتسلوا لي في رأسكم ان شاء الله من أصفة جديدة وفي أمان الله شكرا شكرا